السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسعد الله وقاتكم بكل خير في سنوات ماضية شرحنا طريقة تقديم الموحد وفي هذه السنة بناء على رغبة البعض رأينا إعادتها ومن باب التنويع سنأخذ في هذا الفيديو طريقة التقديم الموحد للطالبات وهو في نهاية الأمر طريقة التقديم المتشابهة إلى حد كبير جدا بين الطلاب والطالبات لكن من باب التنويع سنستخدم حساب لطالبة طبعا نقطة مهمة قبل البدء في هذا الفيديو أنا أشرح الطريقة بصفتي خبير مع بعض الطلاب سابقا لكن أنا لا أمت بأي صلة لأي جهة حكومية مسؤولة عن هذا التقديم سواء جامعات أو المسؤولين عن التقديم الموحد فقط هو عمل تطوعي من باب مساعدة إخواني وأخواتي الطلاب والطالبات نسأل الله لهم التوفيق من خلال رصد بعض التساؤلات والاستفسارات سأقوم في هذا الشرح بإرادة بعض التساؤلات والاستفسارات التي وردت مسبقا عن طريق التعليقات في مقطع اليوتيوب السابق أو في حساباتي في وسائل التواصل الاجتماعي الشخصية وسأجيب عليها أثناء الشرح الآن نبدأ طريقة التقديم نفتح طبعا المتصفح والتساؤل الأول هل أستطيع أقدم من الجوال أو من لابتوب أو الكمبيوتر أو شيء من هذا القبيل كل الطرق يعني مؤدية إلى تقديم واحد لكن عادة البعض ينصح باستخدام الأجهزة المحمولة أو الحواسيب بحكم أنها أكبر وأدق في كتابة التفاصيل لكن من لا يملك كل الجوال أو لا يحسن استخدام الحواسيب فلا مانع من استخدام الجوال لذلك أنا الآن سأشرح على جهاز حاسب آلي أفتح المتصفح ويكون متصفح جيد مثل جوجل كروم وغيره ثم أكتب القبول الموحد هناك صفحتين يجب أن أتأكد منها قبول موحد ألكتروني للطلاب والقبول ألكتروني الموحد للطالبات يعني نلاحظ الفرق يجب أن يقوم كل طالب وطالبة بالدخول للرابط المخصص له بما أن الحساب الذين اليوم حساب طالبة سوف نقوم بالدخول على القبول الألكتروني الموحد للطالبات بعد ما أفتح سأتيني هذه الصفحة فيها فيديو تعريفي طريقة الشرح بهذه الطريقة بعض الأدلة الإرشادية والأسئلة المهمة في نقطة مهمة هناك أسئلة شائعة لو ضغطنا على قراءة المزيد سوف تخرج الكثير من الأسئلة الشائعة كثير من التساؤلات ستكون موجودة في هذه الأسئلة الشائعة أضغط على السؤال لتريد إجابته وتجد إجابة من إدارة القبول الموحد للطلاب والطالبات طيب اللي يهمنا الآن أن سندخل على هذه الأيقونتين إذا كنت أنا قدمت سابقاً يعني قدمت في هذه الفترة لفتحة خلال يومين الماضية أدخل إلى الدخول إلى تقديم سابق بشرط أن يكون حفظت البيانات لكن إذا أنا متقدم جديد أختار تقديم جديد طيب أنا لو قدمت العام وما قبلت العام أو انسحبت وأرغب أقدم هذه السنة نختار تقديم جديد طيب الآن تخرج لي صفحة البيانات الأساسية صفحة مهمة جداً هنا يجب أني أكتب السجل المدني وأتأكد من كتابته بشكل صحيح ويفضل أني أكتب الأرقام بهذا الشكل الأرقام اللي يسمونها الأرقام العربية أو الأرقام اللي يعني تنطق 1 2 3 4 يعني أتأكد من هذه الطريقة حتى لا أقع في إشكالات أكتب السجل المدني بطريقة صحيحة مجرد ما أكتب السجل المدني مباشرة سجل المدني سيكون هو اسم المستخدم لأني لاحقاً سأحتاج إلى اسم مستخدم وكلمة مرور اسم المستخدم من اللي يضعه النظام مباشرة يضعه ويضعه افتراضياً هو سجلك المدني فأي شيء يكتب بالأعلى اللاحظ هو نفسه سيصبح اسم المستخدم كلمة المرور هل يعطني إياها النظام؟ لا أنت اللي تكتب كلمة المرور لذلك الآن من الحاجات المهمة نسم المستخدم هو سجلك المدني كلمة المرور هي كلمة أنت ضعها لكن يجب عليك حفظها حتى تستطيع الدخول للتعليل البيانات لاحقا أو الاطلاع على نتيجة القبول أو شيء منها القبيل طيب نضع السجل المدني ثم نختار درجة اختبار القدرات الآن نحن في الاختبار القدرات وليس التحصيلي هذه من الأسئلة التي ترد دائما درجة اختبار القدرات يجب أني أضع أعلى درجة حصلت عليها وبشرط تكون سجلت في موقع قياس إذا لم تسجل في موقع قياس يجب أني أتواصل معهم إذا كانت المدة كافية لخروج النتيجة أتواصل معهم من خلال البريد الالكتروني أو وسائل التواصل معهم وأتكد أن الدرجة أدخلت في نظام قياس إذا أدخلت في نظام قياس سيرتبط النظام مع هذه الصفحة فمجرد ما أكتب الآن لاحظ أن هنا خطأ لا بد تكون أرقام سجيل مدني عشر أرقام لا نهتم بهذا أنا بعد ما أنتهي هذا التسجيل سأقوم بتعبية بيانات الطالب اللي عندي وأنتقل معكم الخطوة التالية المهم الآن نعود إلى اختبار القدرات سجل درجة اختبار القدرات ولتكون 77 بدون فواصل لأنه في موقع قياس تأتي الدرجة 77.00 لأنه أصلاً ما في كسور في اختبار القدرات في موقع قياس أو هنا لكن في موقع قياس مكتوبة بالفاصلة بعض الطلاب والطالبات يبغوا يكتبها هنا بالفاصلة ما في فرق لأنه خلاص يعني أصلاً هنا النظام لن يسمح لك بكتابتها إلا بهذه الطريقة فتكتبها باختيار الأرقام بهذا الشكل وتكتبها بدون فواصل تأكد أن الدرجة هذه تطابق أعلى درجة في اختبار القدرات وإلا سوف تخرج لك رسالة تقول لك أن درجة القياس غير متطابقة بعد ذلك تختار الجنس للطالب أو الطالبة نحن الآن في حساب منذك كما ذكرنا ثم تجيب على هذا السؤال هل أنت مفصولة من أي جامعة أو كلية إذا كانت الإجابة بنعم تضع نعم وسوف تخرج لك رسالة غالب الطلاب يعني خريج جديد فنختار لا ثم تأتي هذه الرسالة وهي تتكرر كثير ما هو الرقم اللي مدخل هنا أنا شرحت فيديو ودخلت الرقم اللي موجود هنا ثم بعض الطلاب ذهب يكتب نفس الرقم لا هذا الرقم يتغير ولاحظ أنه إذا كان الرقم غير واضح لاحظ أنه علامة تحديث تحدث للرقم أجي هنا في هذه الخانة وأكتب الرقم حتى يتحقق الموقع من أن الشخص الذي يتقدم ليس روبوت حتى لا يسبب إشكالات في عملية التقديم فالآن أنا كتبت هذا الرقم 150 306 لكن لو كان الرقم عندك بهذه الطريقة هنتكتب 03973 ويعني تكمل عملية التسجيل بعد ما نكتب الرقم سيكون هنا عملية كتابة اسم مستخدم وكلمة المرور وبينات الدخول ثم ما ذكرنا اسم المستخدم سيكون هو نفسه سجل مدني كلمة المرور يجب أن نضع كلمة مرور يعني مكونة من أرقام فقط لاحظ أنه مثلا أنا أكتب جالس أكتب كلمة مرور يجب أنه كلمة المرور هذي تتطابق مع الكلمة اللي بكتبها في هذه الخانة الخانة المجاورة جيد ولا يقبل حروف لاحظ لو كتبنا حرف مثلا لاحظوا أنه يقول كلمة المرور يجب أن تتكون من 4 إلى 10 أرقام يعني أقل الشيء 4 أرقام وعلى شيء 10 أرقام ويجب أن تتطابق مع نفس الكلمة المكتوبة هنا لو كتبنا مثلا 1 2 3 4 هنا يجب أن نكتب 1 2 3 4 حتى أتجاوزها ثم نكتب بريد الالكتروني هنا ونعيد كتابة البريد الالكتروني أيضا في هذه الخانة حتى يكون متطابق البريد الالكتروني ترى وسيلة مهمة للتواصل أحيانا فيجب أن تتأكد أنه أنت كاتب بريد الالكتروني صحيح وتستطيع أنك تدخل عليه بعض الطلاب يكتب بريد الالكتروني سابق يتذكره ثم إذا أراد أن يدخل عليه يعني يجد أنه لا يعرف الرقم السري تبعه ثم لا يستطيع استعادة كلمة المرور له لأي سبب كان فتأكد قبل كتابة البريد الالكتروني أنك قادر أنك تفتحه ومتذكر الاسبرينغ حقه وكلمة المرور له بعد هذا نجي لنقطة مهمة جدا وهي رقم الجوال رقم الجوال يكتب رقم الجوال بدون مفتاح الدولة صفر خمسة إلى آخره ونكمل رقم الجوال ثم نعيد كتابة رقم الجوال في هذه الخانة كما كتبنا الرقم في الخانة اليمنى إذن هذه الخانات الثلاث هي خانات نعبئها ثم نعيد تأكيدها في الخانات المجاورة طيب بجي عندنا ثلاث خيارات في الأعلى هنا نوع اختبار القدرات هذا اختبار القدرات اللي يعني سجلنا الدرجة له هل هي تخصصات علمية أو تخصصات نظرية أو معفى من اختبار القدرات وهذا يريد عليه أسئلة كثيرة التخصات العلمية يقصد تخصصك في الثنوية هل كنت أنت في التخصص في المسار العلمي أو في المسار الأدبي أو الإداري إذا كنت أدبي أو إداري تختار تخصصات نظرية أو تخصصات أخرى إذا كنت في التخصصات علمية فتختار التخصص العلمي إذا أنت في بعض الطلاب يضع معفى من اختبار القدرات حتى لا يجبر نفسه لكتاب الدرجة لأن درجته ضعيفة أو لأنه لم يختبر معفى من اختبار القدرات يا أخوان المقصود بهم مجموعة من أصحاب ذوي الظروف الخاصة مسجلين في نظام قياس أنهم معفين من اختبار القدرات نظر لظروف خاصة ومقدمين على هذه الثباتات من ضمنهم مثلا المكفوفين والمصابين بالصمم التام وغيرهم كثير لذلك معفى من اختبار القدرات لا يلجأ لها إلا المسجل في اختبار قياس وأكيد أنه يعرف أنه معفى من اختبار القدرات فلن تشكل عليه هذه الفقرة إذن تختار التخصص تأكد أنه أنت تخصصك نظري تختار نظري تخصصك علمي تختار علمي وهذه نقطة يعني يقع فيها كثير من الطلاب والطلبة يعني يختار تخصص غير تخصص لأنه لا يعرف أصلا أو لم ينتبه بعد هذا لاحظة أنه التقديم متاح للخرجين في الخمس سنوات الماضية بداية من السنة المنتهية هذه فإذا أنت خريج هذا الفصل السنة هذه سواء كان الفصل الأول أو الثاني أو الثالث فتختار 1442-43 خريج العام الماضي تختار 41-42 وهكذا فغالب الخريجين هذه السنة سيختار هذا الخير ثم يأتي سؤال يرد عليه شكالات هل أنت طالبة منتظمة في إحدى الجامعات الحكومية أو الكليات التقنية بمدينة الرياض إذا كان الإجابة بنعم فيجب أنه يختار نعم لأنه مربوط أصلا نظام ويجيب على هذه الرسالة إذا كان لا يختار لا ما معنى منتظمة يعني أنت تدرسين الآن في كلية أو جامعة أو كلية تقنية في مدينة الرياض أجيبي على هذا السؤال بعد ما نختار يعني أو نتأكد من يعني يجب التأكد خاصة من اللي يدخل مرة أولى وثانية وثالثة ينقطع عنده أو تلتقي الصفحة أو يطفى الجوال ويرجع ثاني مرة ثالثة ترى يتكون عنده أنه سجل المعلومات بشكل صحيح وتقل عنده دقة متابعة البيانات والتأكد من صحتها لذا يجب أن نتأكد من هذه الخطوات وكل البيانات المكتوبة بشكل صحيح لأنت المسؤول إذا كان عندك خطاء فأنت المسؤول عن هذه الأخطاء لاحقا يعني النظام لا يحمل مغفرين فتأكد مرة أولى وثانية وثالثة بعد ما تنتهي من هذه الخطوات اختار تابع التسجيل وينتقل معنا إلى الصفحة التالية بعدها تخرج لهذه النافذة وفيها مجموعة من البيانات التي يجب أن أعبيها بدقة وبشكل صحيح أنا عبيت بيانات طالبة فحفاظا على خصوصيتها أنا قمت بتغبيش الأماكن اللي أمامكم لكن الآن يجب أنه يبدأ الطالب أو الطالبة بتعبيئة البيانات ويفضل أنه يبدأ من القسم الأيمن ثم القسم الأيسر لأنها مرتبطة مع بعضها البعض الخيار الأول رقم السجيل المدني لاحظ أنه هنا باللون الرمادي يعني مبهم لا أستطيع أن يعدل عليه لأنني أنا كتبته مسبقا فما في داعي أن يعدل حتى ما أكرر العملية ثم أخطئ أجي للبريد الإلكتروني وأكتب هنا بريد إلكتروني صحيح نفس البريد الإلكتروني اللي أنا سجلته الأول حتى يعني ما أشتت نفسي وأتأكد أني كاتبه بشكل صحيح أجي للسطر الثاني الإسم الأول بالعربية أكتب اسم الطالب أو الطالبة باللغة العربية الإسم الأول فقط الإسم الأول نورة أكتب في الخانة نورة وأتأكد أنه مطابق للموجود مثلا في شهادة الثانوية العامة أو في بطاقة الأحوال الإسم الأب بالعربية نفس الطريقة لو كان الإسم مثلا محمد أكتب في هذا المكان محمد فقط دون إسم العائلة نجي للسطر اللي بعده إسم الجد نفس الطريقة أكتب إسم الجد باللغة العربية ثم إسم العائلة باللغة العربية أيضا بشكل صحيح نجي هنا الاسم الأول باللغة الإنجليزية نكرر العملية اللي في الأعلى لكن باللغة الإنجليزية وأنا أفضل أنه يكون الاسم مطابق لمثلا الوثائق الرسمية أو مطابق لما موجود في نظام نور من خلال الشهادة اللي طبعت من نظام نور أو سلمت من قبل المدرسة ثم الاسم الأب باللغة الإنجليزية ثم اسم الجد باللغة الإنجليزية ثم اسم العائلة باللغة الإنجليزية ويعني ما في داعي نقول أنه يجب تكون أسماء بالعربية مطابقة للأسماء بالإنجليزية فمثلاً اسم العائلة البعض يكتب اسم الفخذ وفي الإنجليزية يكتب الاسم العام لأنه مثلاً ما عرف سبينغ حق الاسم الفخذ فيكتبها مثلاً الفلاني فيجب أن تكون الأسماء متطابقة باللغة العربية واللغة الإنجليزية في اختيار الاسم لخاصة العائلة قد يكون الأب والاسم الأول والجد متطابقة لكن العائلة عادة بعض الطلاب والطالبات يغيرها النسياناً منها أو سهواً فيجب أن نتأكد من هذا نجي ونختار الجنسية إذا كان سعودي فنختار سعودي من هذا القائم في مجموعة من الخيارات ونختار دولة الجنسية هو سعودي من المملكة العربية السعودية ثم نأتي إلى هذا السؤال يتكرر عليه الاستفسارات بشكل كبير مرة والسبب غالب الطلاب من نجهة نظري على الأقل لا يملكون هواتف منزلي أو هاتف منزلي أو هاتف أرضي طيب أنا لو عندي هاتف كيف عبيه؟ دعنا نشرح للي أبغى عبيه عندي كل منطقة لها رمز مثلاً منطقة الرياض 011 وعبي الرقم هنا لو اخترت مثلاً الرقم بهذه الطريقة أيضاً لو كنت في منطقة ثانية 012 على حسب كل منطقة هو مفتاح الرمز ومفتاح الرمز المنطقة وهنا رقم الهاتف طيب ماذا لو كنت ما أملك في بيتي هاتف ثابت إذا كنت ما تملك هاتف ثابت هاتف الثابت أو المنزل يعني موضوع احتياطاً في حالة محاولة تواصلهم معك على الجوال لو يحتاجوك يعني عادة ما يحتاجون شي فقط تجيك البيانات عن طريق الجوال أنا أؤكد الجوال أهم وسيلة للتواصل ثم يأتي بعدها الإيميل ثم قد يكون هناك حاجة لهاتف المنزل هاتف قريب بيت عمك بيت عمتك بيت خالتك بيت أخوك بيت يعني أي أن كان يعني من وجهة نظر شخصية وهذه يعني محسوبة علي أنا نلاحظ نقطة مهمة للحفاظ على سرية بياناتك سيتم الخروج من البوابة بعد ثلاث دقائق لذلك أثناء التقديم أنا الآن جالس أشرح لذلك أخذ وقت كبير أنت أثناء التقديم حاول أنك يعني ما تسرع سرعة تسبب لك خطأ في البيانات وما تبطئ حتى ما يخرج النظام لأن النظام بعد عشر دقائق يطلعك من الصفحة حفاظا على سرية بياناتك يعني يخاف أنك أنت نسيت الصفحة مفتوحة وطلعت حتى ما يجي واحد بعدك خاصة لو كنت في مكان عام أو في مقهى أو شيء ويعدل على بياناتك لكن أنا سأضع إلغاء حتى أتمكن من الاستكمال أقول أنه رقم الهاتف الثابت لن تستطيع تجاوز هذه النقطة ما لم تعبئ هاتف ثابت فعبئ هاتف ثابت قد يكون مثلا الهاتف الثابت لي والدك أو أخوك أو قريب لك في الدوام فيجب يعني تضع هذا الهاتف الثابت لأنه مثل ما ذكرنا الجوال ثم البريدكتروني وفيه هناك شخص للطوارئ لو حبوا يصلوا له فالهاتف الثابت يعني ليس بذاك الأهمية هنا نرجع ونعيد الجوال اللي كتبناه في الصفحة الأولى من باب أنه يعني نتأكد من البيانات بشكل صحيح ننزل تحت ونجي نشوف البيانات هذه الحالة الاجتماعية كلين يضع حالتها الاجتماعية ثم هل تعاني هذه الطالبة من مجموعة من الإعاقات إذا كانت إحداها موجودة نضع صح على الخيار اللي تعاني منه الطالب إذا كانت بدون إعاقة ولله الحمد فنختار بدون إعاقة طيب هل تحفظين القرآن الكريم أو جزءا منه إذا كانت تحفظ الطالبة القرآن أو جزءا منه فتختار نعم أو إذا لم يكن كذلك فتختار لا طيب هل أنت من الأسر المحتاجة أو المستفيدة من الضمان الاجتماعي إذا كانت كذلك فتختار نعم أو لا هناك سؤال يرد هل أصحاب الضمان الاجتماعي لهم أولوية في التقديم لا يعرف عن هذه المعلومة شيء وهو سؤال يتكرر كثير طيب هل تعاني من الأمراض المزمنة إذا كان هناك أمراض مزمنة يعني فنختار هذه الأمراض لو قدر الله إذا لم يكن لديك لدى الطالبة أي خيار أو مرض مزمن فتختار ليس لدي مرض مزمن لكن إذا كان هناك أمراض فيجب أن يضع عليها علامة الصح ملكية السكن للسكن اللي تسكن فيه الطالبة هل هو سكن خاص ملك لها أو لوالدها أو سكن خيري أو إيجار أو نختار مثلا أو يعني فيه خيار لا أرغب الإجابة على هذا السؤال لكن مثلا سأختار إيجابة تعليم الأب الشهادة آخر شهادة حاصل عليها الأب أختار الموجود من هنا أو أيضا في خيار لا أرغب الإجابة على هذا السؤال هل إذا حطيت لا أرغب الإجابة على هذا السؤال يؤثر على تقديمي ما أظن يؤثر ولا أعلم ليس لدي معلومة دقيقة لكن لو كانت الإجابة مهمة ما أتيح هذا الخيار لا أرغب الإجابة على هذا السؤال مثل ما نشوف في بعض الأسئلة لهذا الزر ليس موجودا فيها بالدلالة على أن الإجابة يجب أن تكون دقيقة اختار مثلا ثانوي على سبيل المثال تعليم الأم مثلا غير متعلمة أو ماجستير بكالريوس أي أن كان خلونا نختار مثلا بكالريوس طيب جهة عمل الأب الأب وين يعمل نقول مثلا في قطاع حكومي جهة عمل الأم مثلا في قطاع حكومي الوضع الاجتماعي للوالدين هل الوالدان مرتبطان أو منفصلان أي مطلقان أو لا ترغب الإجابة نقول مثلا مرتبطان وجود الوالدان هل الوالدين على قيد الحياة أو أحد الوالدين على قيد الحياة أو كلاهم متوفان أو شيء منها القبيل نختار الخيار الصحيح الدخل الأسرة منخفض متوسط عالي يعني بشكل تقديري لو نقول مثلا متوسط هل أنت أو أنت ابنة لأحد شهداء الواجب إذا كانت الإجابة نعم فتختار نعم أو لا ونتأكد أنه في مطابق إذا كان الوالدين على قيد الحياة فيجب أنه لا يكون هنا يعني ابنه لشهداء الواجب عمره المتقدمة أقل من أو يساوي 25 أكبر من 25 إذا كانت عمره المتقدمة من 25 فأقل فتختار هذا الخيار أكبر من 26 فأكبر تختار هذا الخيار نجي هنا لبيانات الميلاد هنا نجي وندخل السنة بالهجري السنة بالهجري نقول والله مثلا 1422 شهر 2 يوم 7 إذن تاريخ هذه الطالبة هو 7 شهر 0 2 عام 1422 مكان الميلاد نختار الدولة نعمل كعربية السعودية مثلا منطقة الميلاد المنطقة وليس المدينة المنطقة لو كنت مثلا في منطقة الرياض لكني أنا مولود مثلا في مدينة الأفلاجة وفي مدينة المجمعة أو في مدينة أي أن كانت حضرت من يتمين أختار هنا منطقة الرياض للسؤال يكثر أنا مولود في ودي الدواسر في الأفلاج في الخرج ما وجدت الخرج هنا لا الآن أحدد منطقة الرياض وأجي هنا وأكتب مكان الميلاد أكتب بالعربي مثلا الخرج بهذه الطريقة إذن أنا مولود في مدينة الخرج في التابعة لمنطقة الرياض طيب هنا بيانات العمل للمتقدمة هل الحالة الوظيفية للمتقدمة لا تعمل أو تعمل في قطع حكومي أو تعمل في قطع أهلي يعني خاص شركات وما خلافها إذا كانت لا تعمل هذه الخانتين سوف تكون مبهمة مصمتة ما تستطيع الكتاب فيها لأنك ما تعمل إذا كانت تعمل في قطع حكومي فتفتح هذه الخانات وتعبي اسم جهة العمل مثلا والله تعمل في كذا ومسمى وظيفتها وشو مثلا موظفة استقبال أو أي كانت ليش؟ لأنه في حال ترشيحك للقبول فإنه يلزمك إحضار ما يفيد موافقة مرجعك على الدراسة تتمكني من استكمال جراءات قبولك لا بد أن تجيب موافقة من جهة عملها حتى تستطيع أنها تعمل غالب الطالبات والطلاب لا يعملون فيختارون لا أعمل هل إذا كنت أنا أعمل وأسجل لا أعمل عشان ما يكشفوني بيأثر علي ما أعرف ودائما أنصح دائما أنصح في كل شيء كن دقيق في تعبية البيانات الحكومية لا يعني نقول بالعامية لا تلف ولا تدور خلك واضح ودقيق ويعني رزقك اللي كتب الله عز وجل لك سيأتيك حتى ولو يعني كان في عالي الجبال هنا نجي بيانات ولي الأمر عندي شغلتين بيانات ولي الأمر يجب تكون موجودة ثم بيانات شخص للطوارئ شخص للطوارئ احتياطا أنا أفضل بيانات ولي الأمر تختلف عن بيانات شخص للطوارئ مثلا خلي والدي وهو ولي الأمر وشخص للطوارئ أضيف مثلا بيانات والدتي أو أخوي الأكبر أو إذا كانت متزوجة زوجها أو شيء منها القبيل فنعبي اسم ولي الأمر هل أعبي الاسم الأول لا هنا الآن مكتوب ثلاثي الاسم ولي الأمر محمد ناصر الفلاني صلة القرابة إيش يقرب لها هو أبها أو أمها أو جدها أو خالها إلى آخره هاتف المنزل نضيفه بهذا الطريق نفس ما سوينا صفر واحد واحد ونكتب هاتف إذا ما كان موجود فنكتب يعني نعيد نفس الهاتف الأول لا إشكال رقم الجوال مهم جدا نأتي ونكتب رقم الجوال بهذه الطريقة أكتب رقم الجوال وهنا هاتف العمل إذا كان عنده هاتف عمل فإني أكتبه في هذه الخانة بين الشخص للطوارئ نفس الطريقة أكتب اسمه ثلاثي وعنوانه ورقم جواله أجي هنا لبيانات الشهادة الثانوية منطقة المنطقة منطقة الرياب مصمتاء أصلا لأنهم كيف عرفوها سحبوها من نظام نور سحبوا مجرد محطة السجل المدني سحبوا البيانات هذه من نظام نور لكن يجب أن يتأكد منها إذا كانت خاطئة ما أستطيع أدلها لكن أرفع طلب أنه طلب تعديل أو عندي إشكالية أو شيء نشوف كيف طريقة التواصل معهم ونرفع لهم طلب فتأكد من المنطقة ثم المدينة ثم المدرسة ثم العام الدراسي في الشهادة أنه نفس الطريقة عام 42 عفوا 43 نوع الثانوية العامة علوم طبيعية وما يعادلها وكل واحد حسب نوع شهادته ثم المعدل التراكمي هم يكتبون أنت ما تكتب شيء يعني مكتوب خانتين خانة اللي علي سار هذا سؤال يكثر كثيرا خانة اللي علي سار هو النسبة والخانة اللي علي مين هي ما بعد الفاصلة يعني الرقم الصحيح على اليسار وما بعد الفاصلة على اليمين فإذا كانت نسبة الطالبة مثلا اللي عندي هذه 97.9 فمكتوبة 97 في الخانة اليسار فاصلة 9 أو التسعة اللي بعد الفاصلة مكتوبة باليمين هل أستطيع أن أعدلها ما أستطيع أعدلها من الموقع لابد أني أرفع للموقع طلب أنه عندي خطأ وأرغب بتعديل بياناتي إذن هي مكتوبة بهذه الطريقة يكثر الاستفسار نسبتي مكتوبة خطأ ليش مكتوب مثلا 88 وفي العليمين مكتوبة 8 إذن نسبتك أصلا 88.8 فكتبت بهذه الطريقة درجة اختبار القدرات اللحظة أنه نفس الدرجة اللي كتبناها في الصفحة الأولى مكتوبة هنا ودرجة اختبار التحصيلي أيضا الدرجة الموجودة في اختبار التحصيلي في مركز قياس مكتوبة أيضا هنا اللحظة هذه بيانات الشاذة الثانوية ما أستطيع أعدل عليها شيء لكن يجب أني أقراها وأتأكد منها يجب أقراها وأتأكد منها آخر فقرة عندي في هذه الخانة هي بيانات أخرى هل سبق أن التحقتي بجامعة أو كلية أخرى إذا كانت الإجابة نعم اذكرها التحقت بالكلية الفلانية طيب إذا كانت الإجابة لا فنضعها على لا هل سبق أن حصلتي على شهادة جامعية سبق أن أنت متخرجة من بكريوس ترغبين تعيدين بكريوس مثلا أو دبلوم مثلا فنعم أيضا نكتبها في هذه الخانة ونكتب اسم الجامعة اللي حصلنا منها على هذه الشهادة واسم الكلية لا كل هذه الخانات ستلغى لأنه لا داعي لذكر هذا الشيء لأنه ما حصلت على شيء ثم اختار حفظ البيانات أنا أحتاج أني أرجع عبد البيانات هذه الطالبة لذلك لن أغرأت حفظ بعد ما أحفظ البيانات ثم حفظ البيانات عندي في الموقع إذا عندي خطأ سيعيدني لن يسوي عملية الحفظ يعيدني ويطلع لي يعني يطلع لي هذه الرسالة الحمراء يجب يدخل اسم شخص الطوارئ يجب يدخل رقم جوان يعلمني وين إذا كان عندي خطأ شوف تحت الخانة تجد يعني ومضح لك وين المكان اللي أنت إلى الآن ما عبيته أو ما عبيته بالشكل الصحيح بعد ما أحفظ البيانات سنقلنا إلى الشاشة الأول نافذة الأخرى أو الخيارات الأخرى اللي نشوفها مع بعض بعد قليل نيجي الآن لقسم الرغبات القسم الخاص بالرغبات انتهينا من قسم البيانات هنا الآن حنا في الرغبات يعني تبقى لنا إجراءات القبول والاستبيان ونتأكد هنا من الساعة هنا أنه بعد 7 دقائق سوف يغلق يعني التسجيل ما لم أسوي أنا الغاء للرسالة بعد 3 دقائق زي ما شفنا قبل قليل يرجع يبدأ 10 دقائق طيب عندي بعض الشغلات والاستفسارات اللي كثيرا ما تريد أول من الاستفسارات يعني ما ذكرتها سابقا يقولون هل النظام يتطلب مني أرفق شهادات الثانوية العام شهادات القدرات انت شفتوا معي قبل قليل أنا ما طلب مني أي حاجة فقط يعني بعض الحالات الاستثنائية يطلب منهم بعض الأوراق المستندات مثل إذا كانت البيانات ما هي نفس المطابقة في نظام الور يعطاك نسبتك خطأ راح بعدين يطلبون منك أنه تجيب ما يثبت وهذا النسبة صحيحة أو كان المتقدم مثلا من غير سعودي من أم سعودية فهذا قد يطلب منه لكن بالعادة يعني بالوضع الطبيعي مثل ما شفتوا ما طلب مني أي بيانات طيب خلونا نرجع للرغبات عندي الرغبات بهذه الطريقة أولا خلونا نأخذ بعض المصطلحات اللي تهمنا وشي قصد بالسنة الأولى المشتركة اللي هذه أو السنة التحضيرية سنة الأولى المشتركة هي سنة ندرسها إذا كنا مجموعة من الطلب في حق الواحد من التخصصات على سبيل المثال لو عندي تخصصات علمية مثل فيزياء كيميا أحيا رياضيات كلنا ندخل جامة ملك سعود مثلا إذا كان عندهم سنة تحضيرية أو سنة مشتركة وندرس سنة واحدة كلنا ندرس نفس المواد حلنا يلي في التخصصات العلمية ومثلنا اللي في التخصصات الإنسانية والتخصصات الصحية لهم نظام مختلف فنجي وندرس السنة الأولى نفس المواد وبعدها يطلعون نسبنا معدلاتنا ويأخذون بالاعتبار اللي هو الاختبار التحصيلي وعلى أساس فعلا هل يوجهوني مثلا للتخصص الفلاني أو التخصص الفلاني إذا كان صحي مثلا طبي مثلا هذا بيروح طب بشري وهذا بيروح مثلا عيون وهذا بيروح وقس على ذلك إذن هذه يسموني السنة الأولى المشتركة أو السنة التحضيرية وموجودة في بعض التخصصات وأكد موجودة في بعض التخصصات وبعض الجامعات بعض الجامعات ما تعترف فيها فقط مباشرة أول ما أقبل الرياضيات أبدأ أدرس الرياضيات بعض الجامعات لا قبلت الرياضيات رح تدرس السنة الأولى المشتركة ليش؟ لأنه مثلا داخل الرياضيات مثلا فيه تخصصات فرعية على أي أساس يحددونك التخصص الأصعب من الأقل صعوبة من خلال السنة الأولى المشتركة درسوك مواد عامة شافوا مستواك فأنت يناسبك هذا التخصص وهذا من صالحك حتى ما تقع بعدين في إشكالات وش المقصود بعض التخصصات ليش موجود قدامها هذه العلامة؟ موجودة يعني تعني أن هذا التخصص يتطلب مقابلة شخصية متى تتم هذه المقابلة شخصية؟ بعد قبولك سوف يخبرونك بأنه عندك مقابلة شخصية وحدد لك وقتها والمكان اللي سوف تقام فيه أكثر التخصصات ما فيها مقابلات شخصية طيب السؤال يعني يتردد كثير وش مقصود بالفصل أول فصل الثاني فصل الثالث وش السالفة؟ حنا كنا متعودين في الثانوي ندرس مع بعض بدت الدسانة الدراسية ندرس لا في الجامعات يختلفون بعض الجامعات تقبلك ولكن تقول والله أنا أقبلك بس أقبلك الفصل الثاني سواء حسب الاحتياج أو حسب رغبتك أنت تبدأ الدراسة في قسم الرياضيات ولكن الفصل الثاني واللاحظة أنت تخصت عندي الآن رغبات أنا بعبيها فإذا عبيت مثل الرياضيات جامع تملك سعود الفصل الأول هذه نعتبرها رغبة جامع تملك سعود الرياضيات الفصل الثاني نعتبرها رغبة طيب أنا أختار هو تخصص واحد صحيح تخصص واحد ولكن رغبتي أني أدرسه في الفصل الأول عندي ظروف مثلا الفصل الأول بدرسه الفصل الثاني مثلا عندي ظروف فصل الأول بدرسه الفصل الثاني إذن عندي رغبات لازم أعبيها طيب كما عبي من رغبة نقول عندنا حاجة يسمى الحد الأدنى وشو المقصود بالحد الأدنى؟ يعني أقل عدد رغبات لازم تسجلها عشان يسمح لك الموقع أنك تكمل للطلاب يختلف عن الطالبات للطالبات 15 رغبة أقل شيء 15 رغبة طيب هل أقدر أزيد تقدر تزيد إليه؟ تخلص تخصات الموجودة المتاحة لك طيب الطلاب 20 رغبة طيب ما أبغى أنا إلا رغبة وحدة بعبي الرغبة الوحدة هنا بيشوف الآن كيف نعبيها وفقط خلاص بختار حفظ الرغبات بيعطيك رسالة هنا يقولك عدد الرغبات المدخلة أقل من العدد من أسبوع به وهو 15 ليش أعطاني 15 مو 20 لأنه الحساب اللي عندنا حساب طالبة طيب أنا أبغى أكرر هذه الخدمة الاجتماعية أنا أبغى أكررها برجع ثاني مرة أختارها هي كلها 15 مرة على طول مجرد ما رجعت أضغطها أصلا مجرد ما أخترتها من هنا انتقلت هنا وصارت هنا باللور الرمادي ضغطها ثاني مرة قال هذه الرغبة تم اختيارها من قبل إذن ما أستطيع أني أكرر رغبة سابقة طيب شلو نعبي الرغبات عندي خانة في المكان الأيمن وخانة في المكان الأيسر بطريقة سهلة وأغلبكم كنت تابع الفيديو السابق ويعرف من خبرها سابقة تجي وتختار التخصص اللي تبغى تضغط على السهم وتختاره هنا يسير بهذه المكان طيب ما تبغى أضغط على علامة الإكس يرجع ثاني مرة هنا طيب أنا عندي تقريبا لاحظ هنا 135 تخصص أنا أبغى أفلترها سوي لها فلاتر هنا عندك فلاتر تقول والله عطني فقط تخصصة جامعة ملك سعود وجامعة الملك سعود العلم الصحية وجامعة الأميرة نورة طيب أنزل تحت عندي فلاتر ثانية هل تبغى بكريوس ولا دبلوم يجينا السؤال وشو الفرق بين البكريوس والدبلوم هي يعني درجات عندنا دبلوم بعدين بكريوس بعدين ماجستير بعدين دكتوراه طيب وش أعلى؟ البكريوس أعلى أعلى في إيش؟ على أنها أكثر قوة والوظائف اللي تكون عليها أفضل من الوظائف عادة تكون على الدبلوم وهي أكثر سنوات دراسة عادة الدبلوم من سنتين لسنتين ونص تقريبا والبكريوس تراوح من أربع سنوات خمس سنوات في الطب مثلا إلى سبع سنوات إذن هذا الفرق بين الدبلوم والبكريوس طيب نختار مثلا أنا أحتاج فقط البكريوس لاحظ أنه مثلا في الكليات التقنية اللي متاح لك الآن الدبلوم فلو حقيت فقط بكريوس الكليات التقنية لن تكون متاح لك هنا طيب هل الكليات التقنية أيضا متاحة ضمن هذا التقديم؟ نعم كليات التقنية ضمن هذا التقديم يعني ما ينفع تروح تقدم على الجامعة وتقدم على التقنية لا كلها صارت رغبات واحدة فأتأكد أنه بعضهم يسأل يقول أنا ما حصلت الكليات التقنية نقول لك ممكن حاط صح على علامة الفلتر هنا البكريوس يعني لا تطلع إلا البكريوس هنا طيب هنا يجيك والله تقول والله طلع لي فقط الفصل الأول والثاني فقط شف الثالث يزيد لو أشيلها سار يطلع لك أكثر طيب هنا تقول والله طلع هل تبغل لي ما لها مقابلة شخصية أو لها مقابلة شخصية ممكن تخليها مثلا ما تفرق معك بعضهم يقول لا بخلي بدون فلتر نقر ارجع ثاني مرة اضغط X هنا وتشير الفلتر وتطلع لك كل التخصات طيب أجي هنا أضغط في مكان عشان تروح للنافذة أجي هنا واختار والله أنا اختار جامعة الملكة للسعود الفصل الدراسي الأول انتظام شو مقصود بانتظام يعني تدرس فترة نهارية ليست انتساب اللي كان تجي وتختبر في نهاية السنة لا انتظام يعني تدرس بالصباح منتظم نجي هنا ونقل والله مثلا جامعة الإمام محمد بن سعود إسلامي الفصل الدراسي الثالث انتظام بكالريوس إعلام واتصال علاقات عامة ليش يسوون هذا نقول مثلا فيه بكالريوس إعلام واتصال ولكن تخصص الدقيق يختلف فأجي هنا أبغى هذه الرغبة الأولى هذه الرغبة الثانية الثالثة الرابعة وبهذه الطريقة كم؟ 15 رغبة على الأقل أقدر أضيف؟ تقدر تضيف أنا لاحظة ترى جالس عبي بشكل عشوائي لاحظة أنه الآن بشكل عشوائي فالآن كملت 15 رغبة طيب هل أقدر أني أرتبها؟ نقول تقدر ترتبها من خلال ليش؟ تضغط على السهم هذا ينتقل هذه الرغبة تنتقل للأعلى لاحظة أنه مثلا بكريوس الاقتصاد والعلوم إدارية لأعمال المصرفية مثلا هذه أجت هنا الآن رقم 14 رقم 13 وأستطعني أنقلها بالسهم يعني أسحبها من الفأرة عفوا حتى تصبح رقم 1 لاحظة أنه الآن بكريوس واقتصاد والعلوم إدارية إدارة أعمال عند العلوم المصرفية نحن أسحبناها قبل قليل تأكد أننا جبناها الأعمال المصرفية هذه أسحبها كذا لاحظة أنها الآن موجودة هنا أسحبها إذن تسير هنا الآن مثلا صارت هي الثانية وصارت هي الأولى لا أبغى تكون الثانية أبغى تساهم لي تحت صارت هي الثانية طيب خلصت من ترتيب هذه الرغبات 15 بنتقل ألا أقدر أضيف أكثر أضيف أكثر إليه ما تخلص الرغبات المناسبة لك طيب أنا زميلي أنا ويام تخرجي من نفس المدرسة لكنه يطلع لها أو زميلة يطلع لها ويطلع لها تخصصات ما يتطلع لي ليش يقول الرغبات المتاحة حسب درجاتك يتوقف القبول على توفر المقائد يعني الرغبات الموجودة هنا حسب درجاتك الموجودة اللي مدخلة طيب بعدين خلصت اختار حفظ الرغبات ينتقل بي إلى هذه الصفحة جاني يقول في رغبات موجودة أنت ما أضفتها مناسبة لك وقريبة منك يجب أنك تضيفها رتبها لنا رتب لنا هذه طيب هذه وين تضاف؟ هذه عندي 7 رغبات وين تضاف؟ هذه بتضاف بعد الـ 15 اللي أنت أضفتها بعد الـ 15 اللي أنت أضفتها رح تضاف هذه الرغبات فرتبتها بهذه الطريقة اخترت حفظ الرغبات حفظ الرغبات جتني الرغبات بهذه الطريقة لاحظ أنا 15 وأضاف لي هنا السبع اللي أنا أضفت قبله شوي ثم أضاف بشكل عشوائي وبشكل قريب للي أنا أبغى كل الرغبات المناسبة صارت رغباتي 125 رغبة أنا اخترت الـ 15 رتبتها وأضاف لي السبع اللي قبله شوي ثم أضاف بقية الرغبات بشكل عشوي أنت لو تبي ارجع ثاني مرة رتب الرغبات هذه إلى كم رغبة أرتب أنا أنصح رتب كل الرغبات بالتسلسل اللي أنت أبغاه وتأكد تأكد تأكد أو عيد تأكد تأكد خمس مرات تعيدها أنه أنت مرتب يعني إلى نقول إلى الرقم معقول يعني فرتبها حتى ما تقبل فيه إلى المنافسة قوية والعدد كبير رتبها إلى حسب الرغبة يعني كل رغبة تكون أعلى من اللي قبلها تكون هي أنسب لك بعد الطلاب يختار الأولى والثانية والثالثة يقول خلاص يعني يعطونني أكيد الرغبة الثالثة يعني خلاص يعني مستحيل ثم يتفاجئ أنه قبل في الخامسة في العاشرة بل بعض الطلاب عندي يذكروا سنة من السنوات يعني يختاروا لها الرغبة الرغبة رقم 19 و20 كان درجاتها متدنية بعد ما تنتهي من هذا الشي تبغى ترجع للصفحة اللي قبلها اختر تعديل الرغبات تبغى تلغي تقديم اضغط إلغاء التقديم أو تختار حفظ الرغبات الآن انتقلت إلى هذه الصفحة تطلع لك مجموعة من البيانات يقول لك التقديم عبر البوابة لا يعني القبول في إحدى الجامعات يعني أنت الآن قدمت فقط وسوف يتتم عملية فرز إلى آخره يتاح التقديم من 24-12-43 إلى الساعة 12 ظهر يوم الخميس 29-12 خلال هذه الفترة هل أنا أستطيع أرجع عدل رغباتي نعم تستطيع تسوي دخول باسم المستخدم اللي هو سجيلك المدني وكلمة المرور اللي حقناها في الشاشة الأولى وتعدل رغباتك في أي وقت هل يؤثر تعديل رغبات على قبولي ما يؤثر طيب هل في أولوية اللي يسجل اليوم يعني خلاص يحجز مقعد أكثر مني لا اللي يسجل اليوم واللي يسجل قبل إغلاق التسجيل يوم الخميس كلكم سواء النظام رح يحفظ الرغبات ثم يوم الخميس يقفلها ويحفظ الموجود فإذا كنت بغى تعدل تأكد أنك عدلت قبلها وهنا أنبه عادة آخر يوم يكون فيه ضغط على البوابة فقد ما تستطيع أنك تدخل على البوابة بسبب بالضغط عليها فنصيحة عدل رغباتك خلال الفترة هذه وأنه أمورك حتى تكون مطمئن بعد ذلك يعني ينبهك أنه ستتم إعلان المرشحات للتخصصات تطلب مقابلة شخصية يوم الخميس في آخر يوم يعني يعلمونك أنه يوم الخميس عندك مقابلة بيعلمونك متى يومها وتاريخها إذا ما حضرت للتخصصات التي تطلب مقابلة سوف يلغى قبولك يتم نتيجة الترشيح يوم الخميس ستة واحد طبعا النتيجة المقابلة تطلع يوم الخميس اللي يتقفل فيه البوابة ثم يوم الخميس أظن اللي بعده نعم ستة واحد سوف تعلن النتائج في حال ترشيحك للقبول يلزمك تأكيد الرغبة هذه نقطة مهمة فيه مدة لتأكيد الرغبة من ستة واحد إلى تسعة واحد تقريبا أربع أيام تقريبا إذا ما أكدت قبولك فإنك يعني تلغي حقيتك في هذا التخصص إذا طيب طلعت لي تأكيد القبول وسويت عدم تأكيد الرغبة لاحظ بالأحمر مكتوب علما بأن عدم تأكيد الرغبة في القبول يفقدك الحق في القبول في جميع الجامعات والكليات التقنية المشتركة في هذه البوابة فإذا سويت إلغاء قبول متى تطلع هذه بعد ما تطلع النتاج يقول والله تم ترشيحك للدراسة في الفصل الأول جامعة كذا تخص الفلاني قبول ولا عدم قبول تكون يعني بعطيها عدم قبول عشان يعودوني عدلون لي لا إذا عطيت عدم قبول خلاص ما عاد لك شيء عندنا في هذه البوابة بعدها راح تنتقل إلى الاستبيان استبيان يعني بيانات بسيطة يسألونك كيف كانت الزمن اللي قضيته هل أقل من عشر دقائق ولا أكثر من 30 دقيقة طبعا هذا استبيان لو ما عبيتها أو عبيتها بشكل خاطئ هل يؤثر على تقديمي لا ما يؤثر على التقديم لكن يفضل أنك تعبيه حتى يساعد الطلاب بعدك السنوات اللي بعدك على أنه يحسنون تجربة التقديم هل استلمت رسالة جوال طيب إذا سويت هذا الشيء وعبيت كل البيانات بشكل صحيح بس ما جتني رسالة جوال هذا السؤال يريد كثيرا المهم أنك تعبيها بشكل صحيح رسالة الجوال قد تصل وقد لا تصل بسبب بعض الإشكالات ولاحظ أنهم هنا يسألونك وصلت لك رسالة ولا لا كان وصلتك حطنا ما وصلتك حطنا هل وجهتك مشكلة هل هل جاوب على هذه البيانات وآخر شيء تسوي حفظ الاستبيان طيب إذا سويت حفظ الاستبيان هل في حاجة إرسال بيانات لا ما في رسال بيانات لأنه إذا أرسلت البيانات خلاص ما تقدر تعدلها لكن أنت الآن يعني متاح لك أنك تعدل وتسوي كل حاجة قبل يوم الخميس ساعة الثانية عشر مساء فتسوي اللي تبغى الثانية عشر مساء يقصد الظهر فتسوي اللي تبغى تعدل تضيف تسوي ما تريد بعد هذا تسوي بعد يعني لو لاحظوا أني برجع للرغبات أختار الرغبات بسوي تعديل الرغبات أتأكد أني ضغطت حفظ الرغبات لأنه إذا أعدلت هذه حطيتها هنا الأعمال المصرفية كنت تذكرون حطناها الثانية الآن رجعناها الأولى طيب لو الآن طلعت ما حفظت الرغبات لازم أرجع سوي هنا حفظ رغبات حفظ رغبات حتى تطلع لهذه الشاشة وبهذا أكون أنا انتهيت من تسجيلي ورفعت بياناتي بشكل صحيح وبحول الله يكتب الله لكم التوفيق والخيرة فيما أنتم مقبلين عليه إذا في أي استفسارات أو شيء في التعليقات يمكنكم التواصل بكتابة السؤال وليجي أني نستطيع إن شاء الله الإجابة عليه في أسرع وقت كل التوفيق لكم الدعوات والأماني لكم بالتوفيق والتيسير والخيرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته